اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة اليوم من اخر طبعة تتجه الان انظار في المعركة السورية نحو الشرق والجنوب اذ يستمر السباق نحو الحدود السورية العراقية من الجهتين العراقية مع وصول الحجد الشعبي الى الشريط الحدودي والسورية مع تقدم لجيش السوري وحلفائه باتجاه الحدود فهل يحصل الطلاق بين الطرفين يقول نائب رئيس هيئة الحجد الشعبي ابو مهدي المهندس ان القنوات مفتوحة مع دمشق وان الوصول الى الحدود السورية مفصل حقيقي في الحدود على داعش. فمن سينجح في تعبئة الفراغ الذي سيخلفه التنظيم وراءه. وخاصة أن التنظيم الآن يعيش مرحلة تقهكر وتراجع. إذ لدينا في المشهد إضافة للحشد والجيش السوري قوات سوريا الديمقراطية والمجموعات المسلحة المدعومة أمريكيا وخريجيا وأردوليا وغيرها. للنقاش حول هذه القضايا معنا في السوديو السيد عمر معرى بوني الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك سيد عمر. صباح الخير. صباح النور. إذن نبدأ من الممكن أن تفسر لنا بالمعنى العسكري. معنى التطور الأخير الذي حصل على الحدود السورية العراقية. طبعا نحن نعيش مرحلة تحولات جذرية. صح التعبير. نظرا لما يحصل من تماث مباشر بما يرتبط بخط الحدود السورية العراقية. الآن نعيش مقدمات ما يمكن تسميته بالمنازلة الكبرى. نظرا لأهمية هذه المعركة في أخذ الصراع باتجاهات الحسم. وهون موضوع الحسم ليس واردا الآن أن نتكلم عن مضامين جدية يمكن أن ترتبط بالبعد المباشر لهذه المعركة. خصوصا أن الميدان يتجه باتجاه رسم نقاط الارتكاز الأساسية وقواعد التثبيت الأساسية لخوض هذه المعركة. سواء على المستوى السوري أو حتى على المستوى العراقي. لكن بالمنظور العام هذه المعركة المرتبطة بخط الحدود السورية العراقية لها بعدين. بعد مباشر وبعد بعيد المدى. يمكن استلاحا تسميته بالبعد الاستراتيجي. وهون خلينا نقول مقدمة لماذا تكتسب هذه المعركة هذه الأهمية الكبرى سواء على المدى المباشر أو على المدى الاستراتيجي. سنة 2000 برز إلى العلن مشروع مخطط روسي، إيراني، أزربيجاني. يهدف إلى إعادة رسم خطوط النقل على المستوى المتعدد الأوجه البري والبحري بشكل. يؤمن حركية اقتصادية جديدة مرتبطة في الأساس بموضوع التبادل التجاري، بموضوع النفط، بموضوع الغاز. طبعا أنت هنا تتحدث عن البدل الاستراتيجي لهذه الأهمية. نعم. هذا أنا أجده تحصيل حاصل للولوج إلى مقاربة الحالة الموضعية في الميدان. يعني أن نفهم على المستوى الاستراتيجي أهمية للمسألة. لأنه نحن نتكلم الآن عن البعد المرتبط مثلا بالدول الثلاث المرتبطة بالمشروع بشكل أساسي. واسمه خط الشمال الجنوب. وهذا خط مبدئيا تم الاتفاق على عنوينه الأساسية. ودخلت هذه الدول الثلاث في تفاصيل المشروع. يعني هذا الخط على المستوى الاقتصادي يكتسب أهمية كبيرة جدا. طبعا بما يرتبط بروسيا بشكل أساسي. يجعل روسيا موجودة في المياه الدافئة. وأكثر قربا من المحيطين الهادئ والأطلسي. وهذا بالمناسبة هو حلم روسي تاريخي. بدأ يتحقق من خلال الوجود الروسي في سوريا. لكنه سيأخذ مداه عندما يبدأ هذا الخط بالعمل. وهون ما بنفوت بتفاصيل كثير حول هذا الموضوع. روسيا الآن موجودة في المياه الدافئة في المتوسط وعلى السواحل السورية. لماذا من المهم لها خط الحدود السورية العراقية؟ طبعا ما هو جزء من هذا المشروع. هو متشعب في مسألتين. بدنا نحكي عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتواجد الروسي في سوريا. وبدنا نحكي عن هذا المشروع بشكل أساسي. بما يرتبط بهذا المشروع تعتبر سوريا ممرا طبيعيا لخط الشمال الجنوب. يعني أحد ممرات خط الشمال الجنوب. والأساسية التي تصل الروسيا بسوريا عن طريق البر. وبعض الممرات المائية التي سيستعد عنها بهذا المشروع. بخط سكة حديدية في الجهة الغربية من بحر قزوين في جمهورية أزربيجان بشكل أساسي. لهذا يعني تواجد الروسي انطلاقا من هذا الجانب يعتبر سوريا تحصيل حاصل لهذا الاعتبار. المسألة الثانية. نحن نعرف تماما أن مفتاح روسيا إلى العالم هو البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط هناك مضيقين. مضيق جبل طارق ومضيق الدردانيل والبوسفور الذين يعتبران إلى حد ما مضيقا واحدا. لهذا نجد أن روسيا منذ فترة قامت بتدبير معين في جزيرة القرن بشكل أساسي. لما تحتويه من موانئ بحرية أساسية لخلق عملية الترابط بين البحر الأبيض المتوسط وروسيا بشكل أساسي. لهذا السبب نرى أن الجزائر مهمة لروسيا. سوريا مهمة. الآن روسيا تمتلك في البحر الأبيض المتوسط قاعدتين ارتكاز أساسيتين في الجزائر وفي سوريا. إضافة إلى أنها تسعى أن يكون لها قواعد ارتكاز أساسية في مصر وليبيا أيضا. هذا في الجانب الذي يرتبط بروسيا بشكل مباشر. بما يرتبط بإيران. الجانب الذي يرتبط بإيران ومحور المقاومة. طبعا منذ 38 سنة تقريبا حصلت تطورات كبيرة جدا في المنطقة. بما يرتبط بالصراع مع العدو الصهيوني بشكل أساسي. وتم تحييض غالبية الدول العربية باتفاقيات مباشرة مع الكيان الصهيوني. تم توريط العراق أيضا بحرب ثمانية سنوات. لتبقى سوريا وحيدة. خصوصا أن هذا الأمر تزامن مع نيار الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الاشتراكية. حينها تم اتخاذ قرار في الجمهورية الإسلامية في إيران. بدعم المقاومتين في لبنان وفي فلسطين. على مدار 38 سنين عملية الصراع المستمرة بين المقاومة في لبنان وفي فلسطين تحصل ضمن خطوط إمداد معقدة إلى حد ما. لهذا تعتبر عملية الربط ما بين العراق وسوريا أكثر من ضرورة لحسم البعد الاستراتيجي في الصراع. لهذا السبب نحن ندرك مدى الذعر الصهيوني الذي أدى إلى الخروج بتوصيات متلاحقة للجانب الأمريكي. بضرورة العمل على منع إحداث عملية الرابط بين الحدود السورية والعراقية. لما يشكله الأمر من مخاطر جدية على وجودية الكيان. صحيح. طب أنت أمامي الآن هذه المقالة لحضرتك تتحدث عن معركة خط الإمداد الاستراتيجي من موسكو إلى بيروت. فيها العديد من النقاط وربما موسعة أكثر من النقاط التي ذكرتها. ولكن لفتتني هنا مسألة أن الأيام المقبلة ستشهد مقدمات لمنازلة كبرى. ستحسم نتيجتها هوية المنطقة ومستقبلها. على ما يبدو ومثل ما فهمت من المقال أن المنطقة مقبلة على صدام قد يكون روسي أمريكي. وهذا مخالف للحديث الذي يقول عن تفاهم روسي أمريكي. فهل نحن أمام تصادم أم تفاهم؟ لا أنت نطقتل مصطلح الصح. تفاهم. البعض يذهب باتجاه الكلام عن اتفاقيات أمريكية روسية. في الحقيقة أقصى ما هو موجود بين الأمريكيين والروس الآن هو تفاهمات الحد الأدنى لرسم قواعد الاشتباك الغير مباشرة. وطبعا على المستوى التقني لا يوجد سوى بروتوكول تنظيم الملاحة الجوية فوق سوريا بشكل أساسي. لكن تعظم حالة احتمالية الصدام سيفرض على موسكو وواشنطن في المرحلة القادمة الذهاب إلى تفاهمات أكبر لتحاشي الصدام المباشرة. الآن الصدام موجود ولكن بشكل غير مباشر. طبعا هناك مجموعة من الإجراءات يقوم بها الجانب الروسي وأيضا الجانب الأمريكي. كل منهما يسعى باتجاه ترسيخ مفاهيمه ونظرته باستراع القائم في المنطقة. وهون ما بده يغيب عن بالنا أن الأمريكي يمتلك مشروع يعني يمتد إلى عقود إلى الوراء. الآن المسألة الأساسية أن سوريا استطاعت عبر ست سنوات من المواجهة المستمرة أن تبسط سيطرة الدولة على الثقل الاستراتيجي للدولة. وهنا يعني عندما نتكلم عن الثقل الاستراتيجي للدولة يعني نقصد المدن الكبرى وطرق الرابط بين المدن الكبرى المنشآت الحيوية والأساسية الموانئ المطارات إلى آخره. بالطبع يعني إضافة إلى ما تحقق في الأشهر الأخيرة في الميدان السوري سواء عبر المعارك العسكرية المباشرة أو عبر التسويات. يعني الآن بات العمق السوري أو الداخل السوري الممتد من غباغب يعني شمال درعة مروراً بالعاصمة دمشق وصولاً حتى المنطقة الوسطى والساحل وأيضاً حلب. وطبعاً بما يتحقق الآن يعني من إنجازات على مستوى معركة البادية والريف الجنوبي الشرقي لحلب وأكثر من مكان. أدرك الروسي يعني منذ أشهر يعني أن إمكانية إسقاط سوريا يعني من العمق من القلب من الداخل باتت متعذرة. لهذا نشهد الآن يعني للمرة الأولى استراتيجية واضحة لدى الأمريكي. لأنه في الفترات السابقة استناداً إلى مفهوم الفوضى الخلاقة بين مزدوجين. اعتمد الأمريكي استراتيجية لا استراتيجية. يعني القائمة على مبدأ تعميم الفوضى يعني التي كان مؤملاً منها يعني أن ترسم معالم الأهداف الأمريكية القاضية. تخلت الأمريكا الآن عن هذه الاستراتيجية؟ لا يعني الآن هناك يعني توجه واضح لدى الأمريكيين بمخطط واضح. ذو هدفين مباشرين. الهدف الأول هو من عملية الربط بين الحدود العراقية والسورية. والله منحكي عنه. هذا الموضوع بالتفاصيل الميدانية. صحيح. إذن هذا هو الهدف الأول. وتكلمنا عن مخاطره على الكيان الصهيوني ووجودية الكيان. الهدف الثاني الآن لدى الأمريكي وهو هدف حثيث. يتم العمل عليه بشكل جدي. وقد نشهد فيه الكثير من المفاجآت. إقامة نموذجي تقسيم كنتونات. الكنتون الكردي الانفصالي في الشمال الشرقي لسوريا. ونحن طبعا كنا البارحة تحديدا أمام تصريحات كردية. سواء في إقليم كردستان العراق أو بما يرتبط بقوات سوريا الديمقراطية. التي تشكل القوات الكردية غالبية فيها. لجهة مثلا تصريح اللي حصل بإقليم كردستان عبر البشميركا بشكل أساسي. أن القوات البشميركا لن تتخلى عن أي نقطة أرض أو شبر أرض. ساهمت في تحريره حتى لو كان خارج نطاق إقليم كردستان. الأمر نفسه حصل بتصريح لأحد مسؤولين القوات الكردية في سوريا. حول عمليات الحجد الشعبي بشكل أساسي. وهون نحن نروح باتجاه المخطط الذي يرسمه الأمريكي. باتجاه إقامة ما يسمى بكردستان العظمى. التي تمتد من شمال شرق سوريا. المناطق التي تسيطر على القوات الكردية حاليا. ورابطها مع قلين كردستان في العراق. لتشكيل منطقة عازلة أو فاصلة. هذا إلى حد ما في شمال الحدود السورية العراقية. في الجنوب هناك مخطط أمريكي آخر أيضا. وتحديدا في محيط التنف. دعني لو تسمح لنا ننتقل الآن إلى فقرة إقراء الحدث. لأنه فيها نقاط وخطوط عريضة عن مسألة التفاهم الأمريكي الروسي. نستطلع هذه النقاط ونتابع بعدها الحوار. مشاهدين الكرام. الأخبار تفاهم موسكو واشنطن الأمريكيون في التنف دون باقي الحدود. بدأت الملامح الأولى لمستقبل المعارك والنفوذ في مناطق البدية الشرقية بالظهور. من خلال اتفاق بين واشنطن وموسكو يكرس الوجود الأمريكي في التنف ومحيطها. ويحده عن التوسع شمالا على طول الحدود. المعلومات في هذا السياق تشير إلى أن الأمريكيين والروس توصلوا قبل أيام إلى التفاهم غير معلن. على توزيع الجبهات ضد داعش وتقسيم مناطق السيطرة على الحدود السورية العراقية. وتشير مصادر مطلعة للصحيفة إلى أن الاتفاق يترك للأمريكي منطقة أمان تمتد ضمن نطاق ذائري لحوالي 60 إلى 70 كيلو مترا من قاعدتها في التنف. فيما تعود للجانب الروسي وحلفائه السيطرة على المناطق الباقية من البادية الحدودية شمالا باتجاه مناطق وادي الفرات. ويترك هذا الاتفاق للفصائل المدعومة أمريكيا السيطرة على معبر التنف مع العراق. فيما يتيح للقوات السورية وحلفائها التقدم نحو معبر القائم المقابل لمدينة البوكمال السورية. كذلك يفرض خطوط منع تصادم بين الجانبين على حدود المنطقة الدائرية. وفي موازات ذلك تأتي تصريحات الفصائل المدعومة أمريكيا المتكررة حول نيتها التقدم شمالا نحو مدن وادي الفرات. لتفتح الباب أمام احتمالات خروقات لهذا الاتفاق أو محاولات أمريكية لفرض أمر واقع. وفي هذا الصدد تشير المصادر إلى أن دمشق وحلفائها لن يسمح للأمريكي بالإمساك بالحدود. وإذا أصر على التدخل فالحشد الشعبي سيدخل أيضا من شمالي البادية. وتلفت إلى أن ما يجري العمل عليه حاليا هو تشكيل هلال واق حول التنف مع منح الأمريكي هامشي تحرك محصورين داخل هذا الهلال. وبالتالي محاصرته في منطقة التنف ومنعه من التمدد شمالا. وقد يقرأ وصول الحشد الشعبي إلى الحدود السورية وإن كان في نقطة شمالية بعيدة عن واد الفرات ضمن الخطط البديلة الجاهزة لمواجهة الخطط الأمريكية المحتملة. واشنطن بوست المعركة الأكثر دموية في سوريا لم تأتي بعد مليون مدني في خطر. أدى الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الشهر بين روسيا وتركيا وإيران إلى وقف العنف في محافظة إدلب وثلاث مناطق أخرى في سوريا. لكن إذا سقطت الهدنة واستؤنف القتال فإن المخاطر ستكون كبيرة في الشمال الغربي حيث يتم أحكام السيطرة على الحدود التركية وتطيق القوات الموالية للحكومة الخناقة منذ شهور. فيما تشارف الحرب بين القوات الحكومية والمتمردين على نهايتها. باتت إدلب غارقة بالمسلحين الذين رفضوا الاستسلام للحكومة في المناطق التي كانوا موجودين فيها. يقول المحللون والديبلوماسيون إن القوة الصاعدة في إدلب هي هيئة تحرير الشام المرتبطة بالقاعدة. ويقول أحد المقاتلين الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن اسمه إنه جرت عمليات خطف أخيرا. يوجد إرهابيون هنا. البلد الذي قتلنا من أجله ليس هو ما نجده في هذا المكان. المسؤولون الأتراك يسرون على أن بلادهم حافظت على سياسة استقبال اللاجئين السوريين. لكن المدنيين قالوا إن الأمر لم يكن أصعب مما هو عليه اليوم. إذا حاولت القوات الموالية للحكومة استعادة إدلب سيواجهون معركة صعبة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. ولسيما في صفوف المدنيين. الجهاديون مجهزون لخوض حرب شوارع بمجرد بدء القصف في الشمال الغربي فإن المدنيين سيكونون عرضة للترهيب والقتل. إذن مجموعة من النقاط والخطوط العريضة وردت في صحيفة الأخبار اللبنانية عن التفاهم الروسي الأمريكي. هل هذه النقاط صحيحة؟ أنا قلت ببداية الحلقة أنه كلما رحنا باتجاه التصعيد كلما الأمريكي والروسي وجدوا أنفسهم مضطرين للتفاهم. طبعا أنا أتحفظ على الكلمة الاتفاقية التي وردت في مقال الأخبار لأن العلاقة بين الأمريكيين والروس وصلت إلى الحد الأدنى في المرحلة الأخيرة. حتى البارحة كنا أمام تصريحات للرئيس الروسي ولادي مار بوتين والوزير الخارجية الروسي تضمنت توصيفات. حتى الآن هناك تصريحات من الخارجية الروسية تقول أن الضربات الأمريكية في سوريا تؤزم الوضع أكثر ولا تساهم في حل الأمريكيين. وبالتالي قد يكون ما ورد في المقالين في الواشنطن بوست والأخبار مستندا إلى معلومات ما. وهنا خليني أقول شغلي. خط الحدود السورية العراقية هو 620 كم عمليا. وبالتالي بنتيجة الإنجازات التي حققها الجيش السوري في منطقة جنوب تدمر وصولا إلى شمال منطقة القلمون الشرقي بشكل كامل. وفتح الطريق القديم بين دمشق وتدمر بات الجيش الآن بالترابط والتزامن مع العمليات التي تتحصل في ريف حلب الجنوب الشرقي. والعمليات التي انطلقت البارحة من منطقة سلامية باتجاه أبو حناية وعقيربات بشكل أساسي. بات الجيش يمتلك الآن قواعد ارتكاز متعددة. تقديري أن جايب كبير من الجيوب الثلاثة التي كانت موجودة. وهون خليني فصلها شوية. لأنه مهم جدا بقراءة المرحلة القادمة وتوزع الجهد القتالي. سريعا طبعا. سريعا. سنعود لهذه النقطة ومسألة ساحات المعارك والميادين المعارك في الداخل السوري. ولكن أريد أن أنتهي من مسألة الحدود السورية العراقية. وهذه النقطة قبل أن ننتقل إلى الداخل السوري والمعارك الأخرى. عنا شئين نحن. عنا الجانب العراقي وعنا الجانب السوري. بالحقيقة بهذه النقطة بالتحديد نحن على مشارف. طبعا أنا ما في أعطي توقيت محدد. لكن شكل العمليات يوحي بأن رسم خط جبهة من محيط التنف جنوبا. وصولا حتى مسكني شمالا. يعني أمر وارد بالنظر إلى طبيعة العمليات التي تحصل. وبالتالي هون ردي على الموضوع الأساسي. أنه الجيش السوري وحلفائه سيمتلكون جبهة واسعة بعمق نظيف وعميق. وواسع أيضا يؤهل الجيش والقوات الرديفة لتنفيذ مجموعة من المناورات الكبرى. لأن يستطيع بمقدور الأمريكي التحكم بها في المرحلة القادمة. ستكون التنف من ضمن هذه المناورات والمعارك. هل سيقف السوري عند حدود التنف ولن يقرب منها؟ لأن هناك مصادر سورية تقول أن السوريين لن يرضخوا للتهديدات الأمريكية بعدم الاقتراب من هذه النقطة. أنا شخصيا لو أنا عمقود العمليات. عندما يكون متوفر له هذه الجبهة الواسعة وهذه القدرات من المناورة. أتحاشى عملية الصدام المباشر. خصوصا أن منطقة التنف ليست ذات تأثير كبير في حيثية المعركة المباشرة. وبالتالي أنا أميل إلى أن نقاط الالتقاء المحتملة بين الحجد الشعبي العراقي والجيش السوري. ستكون في حوض الفرات وتحديدا عند معبر القائم. بهدف الالتقاء مع قوات الحجد الشعبي على الضفة الأخرى؟ لأنه بالنظر إلى خط الجبهة الذي تكلمت عنه والذي يتم رسمه مبدئيا بالنظر إلى العمليات التي تحصل. سيكون من الأسهل على الجيش السوري أن يسلك مجموعة من المسالك باتجاه دير الزور بشكل أساسي. لأنه رأيي الأولوية في خوض المعركة هي لدير الزور. لأنه خروج تنظيم داعش المتتالي من المناطق التي يخسرها. ولكن عندما نتحدث هنا عن دير الزور وخصوصا المنطقة الآن المتواجد فيها الجيش السوري. نكون قد وسعنا مسألة المسافة والبعد. نسلك الآن الطريق الأطول وليس الطريق الأقصر. لأن دير الزور في مسافة طويلة بينه وبين. في الميدان وفي العلوم العسكرية مش عطول الطريق الأقصر هو الأفضل. ممكن يكون الطريق الأطول هو الأضمن في تنفيذ الأهداف. المهم عندنا أولويات. عندما نخوض العمليات العسكرية نرسم أولويات. الآن إذا كان هناك إمكانية لتحقيق هدفين مزدوجين. يعني الوصول إلى دير الزور وفك الحصار عن القوات. وبنفس الوقت استكمال عملية التوجه باتجاه خط الحدود لملاقات قوات الحجد الشعبي. عندها نكون قد حققنا مجموعة من الأهداف. لأنه طبعاً أفترض هنا أن تقوم القيادة السورية بتنفيذ هذا السيناريو الإفتراضي الذي أتكلم عنه. سيبقى التلاقي السوري العراقي عند الحدود فقط؟ هل يمكن أن يحدث داخل الأراضي السورية؟ لأن الحجد الشعبي عبر عن إمكانية دخوله إلى الداخل السوري لملاحقة داعش. وقال نائب رئيس هيئة الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس. قال أن القنوات مفتوحة مع دمشق في هذا الأمر. من الممكن أن يدخل الحجد إلى الداخل السوري؟ بالنظر إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي سيد حيدر العبادي إلى تصريحات المسؤولين الكبار في الحجد الشعبي. زيارة مستشار رئيس الوزراء العراقي منذ فترة إلى دمشق ولقائه بالرئيس الدكتور بشار الأسد. كانت واضحة في هذا الاتجاه. طبعا كان الكلام مشروطا بموافقة الدولة السورية على توجه وحدات الحجد الشعبي. وهذا أمر تحصيل حاصل. لهذا أنا تكلمت عن إمكانية خوض المعركة في هذا الاتجاه بالتحديد. على المستوى العراقي الآن وحدات الحجد الشعبي موجودة في نقطة بعيدة عمليا عن معبر القائم حوالي 160 كم. التوجه إلى هذا المعبر عبر خط الحدود بتقديري سيتأخر بعض الوقت لاستكمال عمليات لبعاج بشكل أساسي ومحيط لبعاج. إذا لم يترافق هذا التقدم الطولي من الشمال إلى الجنوب برأيه مع تقدم آخر في منطقة راوة بشكل أساسي في منطقة الأنبار باتجاه معبر الوليد أعتقد. سيكون هناك مخاطر جدية من إمكانية أن يقدم تنظيم داعش على تنفيذ مناورات تطويق واشتباك مع وحدات الحجد الشعبي. هناك ضرورة أن يكون هذا التقدم ليس مجرد تقدم نقطي في نقطة معينة لأنه بحاجة أن يكون في عدة نقاط وبحاجة لمسألة تثبيت. ليس فقط الوصول إلى الحدود. تثبيت الوجود في الحدود. الآن نحن أمام تموضع نقطي. يعني كل ما يحصل الآن في الجهة العراقية هناك تموضع نقطي. وهذا لا يمكن الكلام الآن لأنه طبعا لن يحصل تماس مباشر مع قوات سوريا الديمقراطية. يعني كون الحجد الشعبي سيتقدم من الشمال إلى الجنوب في المناطق العراقية. حتى أبو جريس اللي هي النقطة التي تموضع فيها الحجد الشعبي. هي عمليا خارج نطاق سيطرة الأكراد بشكل مباشر. وبالتالي لازال ينتظرنا الكثير من الوقت باعتقادي. سواء على الجانب جهة الحدود العراقية أو حتى في الجانب السوري. لأنه الآن ما يستكمل في الميدان السوري هو عملية رسم خط الجبهة الذي تكلمت عنه. وهذا قد يستغرق بعض الوقت. إضافة إلى أن العمليات التي يجب أن تتواكب. وأنا أقول يجب. وبالتأكيد القادة العسكريين في الجيش العراقي والحجد الشعبي يدركون ضرورة استكمال عمليات اللي بعاج بشكل أساسي. وأيضا عمليات الأنبار. ولو في الحد الأدنى لضمان عدم تعرض القوات للتطويق ومشاكل. سنتوقف الآن مع فاصل قصير سيد عمر ونوصل بعد حلقة اليوم من آخر. فاصل المشاهدين الكرام. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام إلى حلقة اليوم من آخر. طبعا نجدد الترحيب معنا هنا في الاستوديو بسيد عمر مع رابوني الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. سيد عمر سنتابع الآن عنوين بعض الصحف العربية الصادر صباح اليوم مع زميلة بيسان طراف. وبعدها نوصل الحلقة. أهلا بكم جولة على الأبرز معا ونثبعد الصحف العربية الصادر هذا الصباح البداية من السعودية مع صحيفة الحياة. ونقرأ في عنوانها الأول تنصيق سياسي عسكري سعودي روسي لمعالجة الأزمات الأقليمية. محمد بن سلمان ناقش مع بوتين ملف سوريا والعلاقات مع إيران والتعاون في الطاقة. واشنطن تزيد تسليح المعارضة جنوب سوريا. روسيا قلقة من التصعيد وتنافس أمريكا على حقول نفط. أيضا نقرأ في عنوان هذه الصحيفة. وزير الداخلية اليمني لا يرى جدوى من مساعي السلام. ولد الشيخ يتهم الحوثيين بعرقلة الحل. داعش يهاجم بغداد في ذكرى مجزرة الكرادة في مجال تناحر القوى الأمنية وتفلت فصائل الحجر الشعبي. ننتقل إلى صحيفة الصباح الجديد العراقية. ونقرأ في عنوينها البارزة القوات المشتركة تتوغل في أربعة أحياء بأيمن الموصل تمهيدا لإعلان النصر النهائي. العباد يوجه رسالة إلى دول الجوار. ويؤكد النصر قريب جدا. انفجاران هزان بغداد وعشرات من الضحايا الأبرياء في أولى أيام رمضان. وأيضا عنوانة هذه الصحيفة الحجر الشعبي يصل إلى الحدود السورية ويؤمن الحماية لنقاط التمس. ننتقل من العراق إلى سوريا. مع عنوين بارزة تصدرت صحيفة الوطن السورية. الجيش يتقدم بريف حلب الشرقي ويحشد لدرعا. الحجر سيحفر خنادق ويدعو سواتر على طول الحدود مع سوريا. وقصد تصل الرقة. كوتين لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط بدلا من التركيز على أوروبا. لفروف يعتبر أن الوضع في البادية الشرقية مقلق ويحتاج إلى تسوية. ونقرأ أيضا في صحيفة الوطن السورية. اقتتال الميليشيات والنصرة متواصل في الغوطة. من سوريا ننتقل إلى لبنان مع صحيفة الأخبار. وجاء في أبرز عنوينها. الفرج ينتظر غروبة بعبدا غدا. إبطال مرسوم خفض الحد الأدنى اليومي للأجور. وأيضا تصدر عنوين هذه الصحيفة مناهج إسرائيل في الأونيروة. صحيفة الدستور الأردنية بدورها عن ونذأ الأردن. يؤكد وقوفه بجانب العراق في حربه ضد الإرهاب. مقتلوا 27 بتفجيرين انتحاريين في بغداد. البرغوثي يحذر من استئناف المفاوضات دون اشتراط الإفراج عن الأسرة. المستوطنون بحماية قوات الاحتلال. يقتحمون باحات الأقصى. وختاما مع عنوين بارزة تصدرت صحيفة الوسط البحرينية. العنوان الأول البلد القبيسي للوسط. إسقاطوا عضوية كيدي وسأطعنوا قضائيا. وأيضا من عنوينها البارزة لغريفي وسنقور وارباعي. يزورون الشيخ عيسى قاسم بمنزله. مع هذا العنوان نختم جولتنا لليوم. شكرا للمتابعة. والآن نعود إلى برنامج آخر طبعا. كل الشكر للزميلة بيسان طراف سيد عمر بالتوازي. هناك الحديث عن معركة في درعة. ما الذي يجري في الجنوب السوري؟ المعركة حاصلة في درعة ويومية. هناك عمليات ضغط يومية أو شبه يومية من جبهة النصرة بشكل أساسي باتجاه منطقة المنشية. هناك عمليات سيطرة متبادلة في هذه المنطقة بالتحديد. لكنها لم تتجاوز خطوط الاشتباك المرسومة. يمكننا القول أو التحدث عن متغيرات ميدانية جذرية هناك. المفترض أن منطقة درعة ومحيطها هي المنطقة الرابعة في مناطق خفض التصعيد. لكن العمليات تحصل انطلاقا من عمليات لجبهة النصرة بشكل أساسي. وجماعات أخرى مدعومة من الأمريكي. الذي على ما يبدو يحاول إشعال جبهة الجنوب. نحن كنا نتكلم عن قليم كردي انفصالي في الشمال. هناك أيضا هدف أمريكي لإقامة. وبالشمال هو كنتون ذات طابع قومي إثني. أما في الجنوب فهو كنتون ذات طابع مذهبي. لأن الأمريكي هدفه الأساسي هو تقديم نموذج تفكيك لسوريا. حتى الآن لم يحصل. وهذا جيد طبعا. لهذا أنا أعتقد أن الأمريكي عندما تصل الأمور إلى ما يشبه مقدمات الحسم بما يرتبط بالبادية بشكل كبير. أعتقد أن عملية الخرق سيحرك جبهتي إدلب والجنوب بشكل أساسي. ليس فقط الجنوب. يعني إدلب والجنوب أيضا وباستطاعته طبعا عبر كثير من الفصائل التي ترتبط به سواء عبر غرفة الموك أو عبر السي آي آي بشكل مباشر أن يحرك هذه الجبهات. وخصوصا بحسب صحيفة الحياة اليوم ذكرت أن واشطن تزيد تسليح المعارضة جنوب سوريا. وأن هناك الكثير من الأسلحة والأعتاد يقدم للمناطق هناك للمجموعات المسلحة. الآن يريد الأمريكي بحسب ما ذكرت شعال جبهة الجنوب. الجيش السوري مستعد لهذه المعركة وهذه المواجهة. ما هو يشوف فيه. المعارك التي حصلت في البادية وسرعة إنجازها حصلت لسبب أساسي وواضح أن الجيش في الأشهر الأخيرة سواء عبر المعارك أو التسويات حسم مناطق كبيرة وواسعة. الغوطة الغربية لدماشق وصورا حتى غباغب وصفوح جبل الشيخ طبعا وادي بردة القلمون محيط العاصمة دماشق البارحة برزي القابون إلى آخره. كل هذه المناطق ساعدت الجيش على تشكيل احتياطي استراتيجي لزجه في المعارك المفضلية التي تحصل الآن. بالمباشر قد يحرك الأمريكي جبهة ريف حماش شمالي على سبيل المثال. وقد يحرك جبهة الجنوب لسحب أجزاء من قوة الاحتياط الاستراتيجي للجيش التي تم زجها الآن في معارك البادية الشرقية. بما يرتبط بمعركة خط الحدود. وهون خلينا نقول الأمريكي لازال يمتلك الكثير من المقومات خوض المعركة أو متابعة المواجهة. طبعا البعض يذهب باتجاه أن الأمريكي سيخرج قريبا من المنطقة. أنا شخصيا أستبعد المعركة مستمرة وأعتقد أنها ما بدي هون يخفض معنوية حد. طويلة بعض الشيء. أن الأمريكي يمتلك الإمكانيات على مستوى العديد والأدوات. يمتلك موضوع التمويل. ويمتلك الحالة الفكرية التي يمكن زجها وبشكل متتابع. لهذا معركة الجنوب هي معركة أساسية. المعلومات هو حيث. أي الملفات الآن في شأن السوري هي الأقرب للحل والانتهاء الغوطة ومسألة المصالحات ربما؟ يعني أين تكمن نقطة التقدم الكبرى على مستوى الحل في سوريا؟ هون فتنا بموضوع كبير جدا يعني وأنا بتقدير إعادة تعريف الحرب تعريف التسوية يعني كل من الفريقين الفريقين الصراع الأساسيين يمتلك نظرة مختلفة عن موضوع الحل وموضوع التسوية. طبعا الأمريكي له نظرته يعني في هذا الاتجاه. الروسي أيضا له نظرته المتقاربة يعني بشكل كبير مع نظرة الدولة السورية والحليف الإيراني. على هذا الأساس أنا أعتقد يعني وهذا على المدى البعيد. هذه المعركة يعني المستمرة والكبرى لن تنتهي برأيي إلا بغالب ومغلوب. لأن تسوية السياسية تحصل يعني بين فريقين داخليين تأخذ شكل الحرب الأهلية. حقيقة يعني ما يحصل في سوريا بيفرق فيه كلمة حرف. إنه هو الحرب على سوريا أو الحرب في سوريا. نحن من وجهة نظري طبعا أمام مشهد الحرب على سوريا. الذي يتمثل بعدوان واضح المعالم تقوده أمريكا بشكل أساسي. تنفذه أدوات يعني طبعا محلية أو مستقدمة من أكثر من تسعين بلد حول العالم. لهذا يعني لازال الأمريكي يمتلك إمكانيات التمويل عبر الخليج. وهذا بشكل مفتوح. يمتلك يعني الإرادة يعني إرادة المواجهة لا تزال مستمرة لدى الأمريكي. لأنه لم نشهد في الحقيقة تخلي عن نظرية الفوضى الخلاقة. يعني لم نشهد تصريحات علنية بالتخلي عن الأهداف الأساسية. وجل هذه الأهداف يعني مرتبط بمسألتين يعني في الحقيقة. على رأسها الكيان الصهيوني يعني بشكل أساسي. وثانيا مصادر الطاقة. يعني هلأ طبعا نحن يعني من وجهة نظرية أن نسمي هذه القوى مجموعة النهب الدولية التي تتزعمها أمريكا. لهيك يعني فتح معارك في الجنوب أو في الشمال أو في أي مكان تتوفر فيه إمكانيات فتح المعركة. وهي بالمناسبة معارك مشاغلة. قد يستطيع الأمريكي عبر معركة الجنوب تشكيل قوة ضغط. حتى أستفيد منك ومن مسألة الوقت سيد عمر. معركة إدليب. يعني تحدثت أنت ليس فقط عن معركة في درعة. ولكن عن احتمالية فتح معركة في إدليب. هذه المعركة الآن في ظل وجود هذه المجموعات المسلحة في إدليب. التي لا يوجد بينها أي تناغم أو أي تنصيق. وحتى يمكن القول أنها تذهب نحو الاقتتال فيما بينها. من الممكن فتح معركة. من المفيد أيضا فتح معركة هناك. لا طبعا إذا منطقة إدليب أحد مناطق خفض التصعيد. دولة سورية. الروس يعني ملتزمين هذه الاتفاقية. وبالتالي أي معارك لن تكون في إدليب مباشرة. سنكون أمام معارك في ريف حماس شمالي بشكل أساسي. وهون بمنطقة ريف حماس شمالي. بالتأكيد الجيش حقق إنجازات في المرحلة الأخيرة. وأعاق أو أحبط الهجوم والمضاد الذي شنته الجماعات. في حوالي 15 أذار من شهر أذار الفائد. تقديري تقديري أن الأمريكي في المرحلة القادمة سيحاول تشتيت جهد الجيش السوري وحلفائه عبر فتح معارك سواء في الجنوب أو في ريف حماس شمالي. مع إمكانية إعادة تحريك جبهة جوبر بشكل أساسي بالقرب من العاصمة. وهذا برأيي يؤكد وجهة نظر الوزير الخارجية الروسي لفروف بأن ما يحصل الآن يستدعي التفاهم والوصول إلى تسوية بشأنه. سنتابع الآن فقرة إقرأ تركيا ونوصل بعدها الحوار. مليات خطوات جديدة على طريق الاتحاد الأوروبي. وضعت لقاءة أردوغان مع مسؤولي المفاوضية الأوروبية خريطة جديدة لاستئناف المفاوضات. وتشير التصريحات إلى أن عملية أحياء المسار التفاوضي قد وضعت على نار حامية يتوقع أن تشهد خطوات عملية خلال سنة من الآن. ما رشح أن بداية الطريق ستكون خطوات تتعلق بالمجال الديمقراطي. إذ تنتظر أوروبا تدبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان. تركيا تشكو من المشكلات الأمنية ولسيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وترى أنها اضطرت إلى إعلان حالة الطوارئ. ولكنها تقول أنه بالرغم من ذلك يمكن القيام بعدة خطوات جديدة. هذه الخطوات المتوقع القيام بها واستئناف المفاوضات العضوية ستكون فرصة لتركيا لتكون في وضع أفضل وأقوى. جمهوريات كي لا تكون تركيا تايتاليك. في الترق لتأسيس توازنات عالمية على خط الولايات المتحدة، أوروبا، روسيا والصين، تجد تركيا نفسها في أسوأ سيناريو. التغييرات والتخريبات في البنية الداخلية تخلق أفضل وضع للقوى العالمية. حتى لا تتحول تركيا إلى سفينة تايتانيك عليها أن ترى الصورة الكبيرة وتتخلى عن الحسابات الشخصية والاستقطاب. وأن تتحرر من السلطة القائمة على الأيدولوجيا الإسلامية. وإذا لم يتم ذلك فأنها لن تستطيع وقف أي محاولة للصدام مع إيران ولا أن تبعد خطر التقسيم عنها. وستصبح بلدا منقطعا بالكامل عن القيم المعاصرة والديمقراطية. فإذا فرطنا بهذه القيم لن تبقى سلطة ولا معارضة. فليعمل الأتراك على أن لا يغرقوا بلدهم وأن لا يفتحوا المجال لتكون تايتانيك جديدة. يني أوزغور بوليتيكا اللاجئون الأزديون في تركيا درجة ثانية. اللاجئون الأزديون في تركيا تم جمعهم في مخيم في ميديات وهو مخيم للمعاقبة بدلا من الإيواء. وبسبب معتقدهم الديني يتم التعامل معهم كلاجئين من الدرجة الثانية. لا يستفيدون من التقديمات التي تعطى للاجئين الآخرين. الدولة التركية تحت إدارة سلطة حزب العدلة والتنمية ترعى مئات الألاف من اللاجئين السنة وتدربهم بهدف واحد هو أن يقفوا ضد الكرد. التمييز ضد الأزديين موجود في كل شيء ولسيما الرعاية الصحية. حيث يجبرون على دفع مقابل وهم لا يملكون شيئا. وإلا يبقون بلا رعاية ويواجهون الأمراض والموت. كذلك تمارس عليهم الضغوط لدرجة لا يستطيعون أداء تقوصهم الدينية. والخوف الأكبر عند الأزدي أن يطرد من المخيم ليواجه مصيرا مجهولا. إذن تعليقا على أقرأ تركيا كنت تود أن تضيف تعليق تفضل. يعني بشكل مختصر أنا أعتقد أن تركيا الآن هي أكبر الخاسرين. يعني بنظر إلى طبيعة المتغيرات التي تحصل. تبدو العلاقة بين تركيا وأمريكا في أسوأ أحوالها. كذلك العلاقة بين أوروبا وتركيا. تركيا خلال فترة الحرب على سوريا خسرت الكثير من أصدقائها وجوارها. كل جوار تركيا بالكامل هو جوار معادي. وبالتالي يبدو أننا سنكون في المنظور المتوسط. يعني ليس القريب. أمام استدارة تركيا بنتيجة مجموعة من المتغيرات التي تحصل. وبالتالي هذا سيذهب باتجاه ما تكلمنا عنه في البداية. لأن المشروع الروسي هو مشروع أوراسيا. وهو مشروع قائم على التعاون والتفاهم والتناغم. يعني عكس المشروع الأمريكي القائم على الهيمنة. برأيي ستجد تركيا نفسها مضطرة أن تكون جزءا لا يتجزأ من مشروع أوراسيا. لن تصل المفاوضات بين الأتراك والأوروبيين إلى مكان محدد. لهذا المرحلة المقبلة من الصراع ستنتج استفافات جديدة وتموضعات جديدة. أعتقد أن الاستدارة التركية ستكون من بين هذه. صوبة روسيا ستكون؟ بالتأكيد. روسيا وإيران لأن المسألة الاقتصادية تتمحور حولها. كل أشكال الصراعات الحاصلة سواء في المنطقة أو في أماكن أخرى في العالم. أردوغان طبعا الآن أمام مرحلة مختلفة تماما. لم يقدم تنازلات جدية وجذرية. لكن يجب علينا أن لا ننسى أنه شريك في أسطنا بشكل مباشر. وبالتالي هذا جاء بعد الموقف الأمريكي الحاد من مسألة مشاركة تركيا في عمليات الفرصة. التي كان أردوغان يأمل بأن يشارك بها. سيجد برأيي أردوغان والقيادة التركية في المدى المتوسط. يعني ليس القريب. مجبرين على توجه أكثر باتجاه روسيا وإيران. كل الشكر لك سيد عمر معربوني الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. كنت معنا اليوم في حلقة آخر طبعة. ودائما الشكر الأكبر لكم مشاهدين الكرام. إلى اللقاء. موسيقى 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 اشتركوا في القناة